شركة القبضة بزيد على 20% هذه الشركات بالتأكيد بيبقى ليها دور مهم في اي اقتصاد في اي اقتصاد ليها دور مهم استمرار هذه الشركات لانها كل المزال نحن نتحدث عنها مسألة العمالة مسألة الاستثمارات المباشرة الى اخيره علشان كده فيه الية موجودة براه الية ضريبية في الفرق الضريبي اللي هي بيسموها الاعفاء بالمساهمة او البرتسبيشن الفكرة ببساطة شديدة هو بيقول لك هذه الشركات انا عايز احافظ على وجودها هنا لان وجود الشركة هنا بالتأكيد بيقوم من الاستثمار وبيقوم من السوق المصري فبدأ يعطي اعفاء للشركات القابضة او الشركات الام اللي هي هتحصل على اعفاءات على توزعات اربعة من شركات تابعة لها انها بيعفي هذه التوزعات الارباح ضمن ارباح الشركة ليه طيب هو ليه دائما حتى لما بنيجي نقول خمسة في المية الاستثمار طويل اجل او هناك معاملة ضريبية ليه الشركات الكبيرة القابضة هل دا مجاملة لاصحاب رؤوس الاموال الكبيرة بالتأكيد لا وما القصة ايه قصة يقول لك دائما الشركة القابضة او الشركة التابعة بتاخدع للضريبة اربع مرات هو المساهم واحد مساهم في الشركة القابضة طيب بتاخدع اربع مرات ازاي الشركة القابضة لو تصورنا ان فيه شركة تابعة المفروض ان ارباح الشركة التابعة هتاخدع للضريبة اول مرة تيجي الشركة التابعة توزع ارباح للشركة القبضة هتخضع للضريبة تاني مرة وترجع تخضع الارباح اللي راحت من الشركة التابعة للشركة القبضة للضريبة داخل ارباح الشركة القبضة وبعدين تيجي الشركة القبضة توزع تخضع للضريبة بالتلاغ اربع مرات بالتأكيد ده بيعوق حركة الاستثمار وبصفة خاصة اذا كان سعر الضريبة عالي من هنا كان الاعفاء اللي موجود في القانون المصري قال لا احنا بنعفي الشركات القبضة والشركات التابعة بالنسبة للتوزعات الارباح التي تحصل عليها من الشركات التابعة سواء كانت الشركة التابعة مقيمة في مصر او في الخارج يعني لو الشركة التابعة في مصر ساعة ما هيحصل على هذا التوزيع حييعفي هذا التوزيع طب لو جاي التوزيع من شركة التابعة في الخارج قال برضو حعفيه كل ده بيساعد على ان بيخلي مناخ الاستثمار في مصر مناخ جاذب اللي بيستهازها من الشركة